فيل دروف من ما طالب ألم ماسك مالك شبكة أكس تويتر سابقا بالإفراج عن تقرير بي بي سي لشؤون أو مراسل بي بي سي لشؤون التكنولوجيا محمد طه يعرف بأنه أهم شخصية روسية في مجال التكنولوجيا وعلى غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحرص دروف رئيس شركة تليجرام على إظهار فرائه وعضلاته دروف الذي يحمل الجنسيات الروسية والفرنسية والإماراتية تم اعتقاله فور هبوط طائرته الخاصة في هذا المطار في باريس وسائل الإعلام الفرنسية تقول أنه فشل في اتخاذ إجراءات بشأن استخدام المجرمين للتليجرام تطبيق تليجرام من أحد أشهر التطبيقات في العالم يستخدمه نحو مليار مستخدم كما تستخدم التطبيق المجموعات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ وإيران وتستخدمه كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس المثير للجدل أن الشركة لا تقوم بأي رقابة على محتوى التطبيق كما يرفض طلبات الحكومات بإزالة أي محتوى السلطات الفرنسية تتهم شبكة التواصل الاجتماعي بأنها تشجع المجرمين ومنتصفهم بالإرهابيين كما وصف أحد المسؤولين في ألمانيا التطبيق بأنه آدى للتطرف وفي مقابلة أخيرة أكد دوروف أنه رفض طلبات من حكومات بإزالة محتوى إذا قلنا إن المستخدمين يتخطون حدودهم فهذا يعني أننا لا نلتزم بمعايير حرية التعبير وخصوصية التواصل بين المستخدمين وبالتالي نتجاهل طلبات الحكومات المسؤولون الروس يتهمون الغرب بالمعايير المزدوجة ويقولون إنه في حين تتاح الفرصة لرئيس شبكة فيسبوك مارك زاكوربيرغ وشبكة إكس إيلون ماسك بمخاطبة البرلمانات الغربية يأتي اعتقال دوروف وصمة عارف جبين الديمقراطية الغربية على حد قولهم محمد طه بي بي سي نيوز عربي إلى اللقاء اشتركوا في القناة